بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الان يا احبة جئنا الى متابعة هذا الجزء من الدرس وبرضو يقول لي مثل كل نظام مما يأتي بيانيا يعني رسم طيب واوجد عدد الحلول واحد او عدد لا نهاي او ايش او لا يوجد حلول طيب واذا كان واحد فاكتبه طيب تعال لنشوف شوف النظام الاول سين ناقص صاد يساوي اثنين ثلاثة صاد زائد اثنين سين يساوي تسعة هذه واحد وهذه اثنين طيب تعال احل واحد انا يعني اكتبها صاد تساوي ثلاثة مقطع وميل ميل ومقطع نعم سالب صاد يساوي سالب سين زائد اثنين شو اللي عملته يا شباب نقلت هذه النظير الجمعي حقها الى هنا طيب لكن انا ابغىها ايه صاد صاد نعكس الاشارات كلها موجب سين يعني واحد سين ناقص اثنين اذا المعادلة الاولى هذا هي طيب خليها على جنب الان نحتاج لها بجنبها كده بس بتقولها المقطع المقطع كم يا شباب هذا هو يساوي ناقص اثنين طيب الميل كم يا احبة هون واحد هذه واحد على واحد تمام طيب تعالوا نخذ الثانية ثلاث صاد زائد اثنين سين تساوي تسعة خلاص النظير الجمعي النظير الجمعي يعني صار شكلها بعد التبسيط ثلاث صاد تساوي ناقص اثنين سين زائد تسعة نقسم على ثلاثة لان انا ابغل صاد لحالها نقسم على ثلاثة نقسم على ثلاثة يعني صاد تساوي ناقص صاد بثنين على ثلاثة سين زائد تسعة قسم ثلاثة ثلاثة وهذه المعادلة الثانية طيب الحين مرة ثانية المقطع المقطع هو كم يا شباب موجب ثلاث الميل كم يا شباب احسنتم سال بثنين على ثلاثة طيب الآن التمثيل التمثيل جيب محاور الإحداثية تعالوا نشوف هذا محور بإحداث السيني وهذا الإحداث الصادي ونيجي نمثل المستقيم الأول شو قال لي المقطع سالب اثنين واحد اثنين هاي سالب اثنين طيب ومن عند المقطع بجيب الميل والميل كم واحد على واحد فرق الصادات على فرق السينات يعني هذه الصاد وهذه السين إذن بطلع على فوق واحد وبروح يمين واحد هذه هنا النقطة تمام الآن شو منعمل يا شباب بدنا نوصل النقطتين بدنا نوصل النقطتين طيب تعالوا نوصل النقطتين هذولي مشان نرسل نهيش المستقيم اللي معانا توصيل النقطتين تعالوا الآن توصيل النقطتين ها نرسل المستقيم يمر بهاتين النقطتين طيب وينو ها شايفين يا حبايب طبعا ممكن أسبق قليل لكن هون تقريبي هذا المستقيم الأول تعالوا نمثل المستقيم الثاني نمثل المستقيم الثاني شو قال لي المقطع كام يا شباب هذا هو المقطع موجب ثلاثة إذن على صاد موجب ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هذه موجب ثلاثة ومن هذا المقطع نوجد الميل الميل كام يا أخوان سالب اثنين على ثلاثة يعني سالب اثنين هي صادات وثلاثة هي سينات سالب اثنين يعني أنزل تحت اثنين واحد اثنين وروح يمين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة إذن هذه هي النقطة هنا مرق الخط جيب الخط هذا يلا يمر في هاتين النقطتين شايفين شباب اندف هذه شوية هنا ها تمام الآن نقطة التقاطق كم نقطة واحدة نقطة واحدة هذه هنا إذن هذا متسق ومستقل هذا هو النظام طب عدد عدد الحلول كم حل واحد حل واحد طيب ما هو هذا الحل نزل كذا على السينات ونزل كذا على الصادات واحد اثنين ثلاث هذه ثلاثة هنا واحد إذن شو هي هذه ثلاثة واحد إذن عدد الحلول ثلاثة واحد أذكرك أذكرك شو عرفت إنه هذه متسق ومستقل تذكر لما رسمنا الرسم عندنا وقلنا المفهوم الهندسي المفهوم الأساسي هذا وقلنا لما بيكون معايا نقطة واحدة اسمه مستسق ومستقل عدد الحلول واحد وهو هذا هو اسمه حل واحد هذا اللي ذكرنا فيه إذن شوف للآن دائما نحن نقول إيش المفهوم دائما بدنا نحله يا حب المفهوم دائما نشتغل فيه هكذا طيب تمام يا شباب تمام هذه إيش بثلنا نظام ووجدنا عدد الحلول دائما دائما لما بيجي التمثيل كذا بيقولك بيانيا تخذ كل معادلة لحال تخذ كل معادلة لحال شايفين بتحل أول معادلة لحال بتكتبها يعني بدلالة الميل والمقطع بعد هذا بتكتب لي المقطع ثم بتكتب لي الميل بعد هذا بتحل المعادلة الثانية وبتكتب الميل والمقطع اللي عندك هذا الميل وهذا المقطع هذا الميل وهذا المقطع تمام وبتمثلها بيانيا شوف هنا شوف هنا بيانيا طرع معاك إيش نقطة واحدة إن شوف تبريد ثاني حتى نثبت هذه الفكرة مثل كل نظام مما يأتي بيانيا مثل هذا النظام بيانيا أوجد عدد الحلول إذا كان واحد اكتبه طيب هاي ثلاث حاجات أول حاجة شوفنا بنخذ المعادلة الأولى والله المعادلة الأولى هذه هذه واحد وهذه المعادلة الثانية معادلة الأولى باكتبها صاد تساوي ناقل ثلاثة يا سلام مكتوبة بدلالة الميل والمقطع هاي صاد لحالة إذن فورا شو بتقول لي المقطع المقطع هذا هو شبابها شايفينه هو ساوي سالب ثلاث الميل يساوي سالب اثنين على واحد ليش يا أستاذ بتحط واحد مشان أعرف وين فرق الصادات وفرق السيناء المعادلة الثانية ناخذ المعادلة الثانية ستة سين زائد ثلاثة صاد يساوي ناقل سالب تسعة خذ النظير الجمعي لهذه ليش ما باخذ لهذه أنا أبغى صاد تضلها لحالة يا أحبة إذن سالب ستة سين سالب ستة سين طبعا بس بخلي شو السين بالأول مشان ينتظم عملية راحت ثلاثة صاد يساوي سال ستة سين ناقص تسعة نقسم على كم على معامل صاد على ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة إذن صاد تساوي ستة قصفة ثلاثة اثنين وإشارة سالب هذا على واحد سين تسعة على ثلاثة ثلاثة وإشارة سالب هذا هي إذن المقطع المقطع لهذه المعادلة شايفين شباب هو سالب ثلاثة منين جبتها هذه ثم الميل هو سالب اثنين على واحد اعرفتوا الآن يا شباب ايش فأت الدروس اللي راحت حتى أصل إلى هذه التمارين طيب الآن التمثيل بين نأتي بالإحداثيات نرسم الإحداث السيني ثم نرسم الإحداث الصادي وهذا إحداثي السيني وهذا الإحداثي الصادي يا ريت ما ننسى نسميهم أفضل لنا أفضل لنا إذا ما نسينا نسميهم وهذا السين وهذه صاد ونأتي شو قلنا نخذ المقطع نخذ المقطع سالب ثلاثة واحد اثنين وهذه سالب ثلاثة وهذا إيش هذا المي هذا المقطع ومن هون شو منعمل يا شباب منطلع الميل الميل هو سالب سالب ثلين على واحد يعني الصادات سالب ثلين وروح يمين واحد إذا من هنا بقول واحد ثلين وروح يمين واحد شايفين شباب تمام شايفين واحد ثلين روح يمين واحد هذه كلا يا شباب تيجيكم تمام يا شباب طيب الآن مين الآن من يجي ومنعمل إيش المستقيم أحسنت عم بس لنا أحد يجاوبني بس أن أحد ادلني عليها يلا يا شباب المستقيم المستقيم يمر بهتين النقطتين يلي هي هذه النقطة وهذه النقطة شايفين طيب هنبدأ بالمستقيم هنبدأ بالمستقيم اللي بيمر بهتين النقطتين مستقيم يمر بهتين النقطتين هذا المستقيم قرص اترك تأتي مرة ثانية إلى التمثيل الآخر يلي هو المقطع سالب ثلاثة طيب واحد ثنين ثلاثة هاي سالب ثلاثة ومن هذا المقطع بمثل الميل الميل سالب ثنين على واحد برضو سالب ثنين على واحد واحد ثنين واحد هذه يعني المستقيم يمر من نفس النقطتين من نفس النقطتين تعالوا لنا شو شو بيصير معنا إذا المستقيم مر من نفس النقطتين يا شباب هذا المستقيم يمر عفوا هذا المستقيم يمر من نفس النقطتين شايفينه شو تريد يا شباب منطبقين مستقيمين منطبقين آها منطبقين إذا هذا نظام غير غير متسق هل يوجد حلول لا يوجد هل يوجد حلول الله أنا أعرف لا يوجد جزء فيه غلط خلنا نشوف بالله المفهوم الأساسي اللي تكلمنا عنه دائما دائما هذا أنا برجع بشوف المفهوم الأساسي دائما هذا المفهوم الأساسي هذا هو لا يوجد حلول متوازيان إذا متى هنا إذا غلط مو تقول لا يوجد عدد لا نهائي لما بتلاقيهم شفت أنا قصطت لك هذه يا حبيب شاءت تذكر معايا دائما إذا انطبقوا بيكون يا شباب عدد لا نهائي مو لا يوجد أوعا مو لا يوجد حلو أوعا ولا غير متسق أوعا انتبه أنا مبارح قلت لك يعني ما نقدر يا أخي نشيلهم من بعض ما ذكرت يعني هذا اسمه متسق وغير وغير مستقل يا حقي متسق وغير مستقل يا حباير إذن هنا عدد لا نهائي من الحلول خلني أوضح لك شوف أنا قصد قصد هنا أني أوريك كيف نقع في الأخطاء أنا كلنا 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 يا شباب أيوا أبرافو عليكم الشباب ردوني قبل شوي فورا لا أنا قصدت هذا مشان تذكروا معايا طيب خلني أوضح لك مشان تفهمها مرة ثانية إذا لقيت مستقيمين منطبقين على بعض شون بدي عرف أولا بجوز أنسى لا هو متسق متسق لأن المستقيمين متقاطعين لما تقاطع مستقيمين كذا متسق لما تقاطع يعني هكذا هذا المنطبقين يعني متقاطعين عدد لا نهائي من الحل حل 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 شوف متى ما بيكون في حلو لما بيكونوا متوازيين يا شباب وكلمة غير مستقل أنت بتقدر تخلي هذا لحال وهذا لحال لا إذن هذا غير مستقل يا أخي هذا يا حبيب غير مستقل إذن هذا إذن شوه متسق وغير مستقل عدد لا نهائي من الحلو تعالوا لنشوف الآن أي شي يقول لي هنا أها هذا جايب لي بثال من واقع الحياة ويسألني فيه تعالوا نشوف شو بده بالله نرفع هذه شوية كذا يقول لي يزداد إنتاج مزرعتين في عندي مزرعتين نخيل بيزداد والله دائما عنده بإيش النخيل إنتاجه خلال سنة واستعمل المعلومات اللي جاية هنا بهذه وبهذه طيب هاي معلومات عن كل مزرعة لحالة المزرعة الأولى مزرعة طيب ماشي للتنبؤ بالسنة اللي بيصير فيها إنتاج المزرعتين مثل بعض اعتبارا اعتبر أن معدل الزيادة يبقى ثابتا في السنوات القادمة إذن هو لازم نعمل أول شيء المعادلتين طيب تعالوا لنشوف المعادلتين المعادل الأولى ما هذا صاد تساوي هاي المعادل طيب انتبه هو شعب يقول لك معدل كلمة معدل بس تيجيك فورا كلمة معدل بس تيجيك هي المقطع الصادي إذن هذا مقطع طيب وهنا كمية الانتاج هذا خلال العام هي المي دائما كذا المعادل هو المقطع الصادي المعدل هو المقطع الصادي وهذا المي كذا معقول هذا الكلام هذا الكلام يلا ناخ ما يشوف ناخ هل هذا الكلام كذا معقول لا أصطن أصطن دائما قلنا معدل بتعريف الميل ولا حد رد يا حبايب المعدل هو الميل المعدل هو الميل لا هذا كلام شان ثاني مرة تنتبه ان هذا كلام اوعك ما يجي غلط بس شان ما تنسى كلمة معدل اخذناها اخذناها معدل التغير مو معدل التغير هو الميل لكذا انا اشوف بس من اللي يشتغل معنا مضبوط اذا الميل اذا هذه ثمانية الميل هو ثمانية هاي ثمانية على واحد لو بدنا نرسمها طيب هاي بالنسبة للمزرعة الاولى اذا هذا شو اسمه الميل اعرفنا الان ذكرنا كلمة معدل اخذناها طيب اما كمية الانتاج هذا المقطع هذا المقطع الصادي كمية انتاج اذا هنا الميل وهنا الميل هنا المقطع هنا المقطع اذا الصادة الاولى الميل هو ثمانية سين زائد ثلثمية وتسعة سين ماذا نعني يا أحبة بسين هذه هذه سين يا شباب عدد السنوات بعد مين بعد 1429 وأنا هذا اللي عم ببحث عنه أنا عم ببحث عن شو عن عدد السنوات عميل بصير الانتاج بعد كم سنة بصير الانتاج متساوي طيب هاي المعادلة الأولى المعادلة الثانية هذه صاد تساوي المعدل يلي هو الميل ثلاثة سين ثلاثة سين زائد أربعمية وثممتعش طيب حل هو شو عم بيقول الان كيف بدي أعرفها أنا ما تعلمت للان طبعا لو أننا والله إحنا ما أخذينا الدروس لقدام يحق لك تشتغل أشياء كثيرة لكن الآن كيف أستطيع أني أحلها أنا درتي بيانيا إذن لازم أجيب إيش يا أحبة الجملة البيانية لازم أجيب إيش الجملة البيانية الإحداثيات البيانية طيب يا أستاذ المقطع ثلثمية وتسعة إيش يساوي فيها لا ما عادي إحنا منكبر ومنصغر بالأرقام على كيفنا شوفوا شلون ها منجيب أول شيء هاي الجملة هاي الجملة يلا ومنجي منمثلها بيانيا تعالوا نجيب الإحداث السيني والإحداثي الصادي ليكن هذا إحداثي سيني تمام هذا غير لون بس هذا إحداثي السيني تمام ثم الإحداثي الصادي هذا إحداثي السيني بس نضطي الخطة نشوي بالعكس حكس كيف شايفين هذا إحداثي السيني أيوة الآن إحداثي هنا يا شباب هنا هنا أيوة خلنا نرسم مرة ثانية الإحداثي الصادي هذه بس على الجهة الثانية أيوة نعكس السهم أيوة تمام ثم الآن بدنا إيش نرسم طيب خلينا نبدأ رقم ميتين شاهدتم ما هو أنت لأنه عندك أرقاب كبيرة أربعين أربعين رقم ميتين واربعين ميتين وثمانين أربعين أربعين ثلاثة بية وعشرين أنا من خلال شرحي يا أحبة الآن وضحت لكم كيف نقع في الأخطاء كيف نقع في الأخطاء أربعمية لا أريد أن أكمل كمان شوفوا لأربعمية وعشرين بس بزيادة طيب والسينات هذه ثنين 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 تمام هذه التمثيل الآن بدنا المثل المعادلة يلا نشوف كيف أول شيء المقطع يلا نعمل المقطع المقطع كام المقطع ثلاثمية وتسعة وين ثلاثمية وتسعة بين هذه وهذه لو بدو تعملها عشرين كمان صحة أنت حر فسألنا نعمل سويها كذا طيب ثلاثمية وتسعة إذا هذه بالنصية ثلاثمية هاي هنا ثلاثمية شايفينها طيب وهذه نصها ثلاثمية وعشرة يعني هذا المقطع هنا هذا المقطع هنا ترى الرسل تقريبي هذا المقطع من هذا المقطع الآن يجب أن نرسم الميل الميل ثمانية على واحد أطلع فوق ثمانية واروح يمين واحد الواحد هذا هو شوفتوا وين بالنص لأنه هاي اثنين إذن واحد هنا اطلع فوق ثمانية إذا هاي هاي شباب ثلاثمية وعشرة يعني هنا وروح له هنا هذا هي هنا شايفينها شايفينها كذا هاي واحد طيب تعالوا نوصل بين النقطتين شكل تقريبي شكل تقريبي أيها تقريبا مرينا في النقطتين تقريبا طيب حل هذه الأولى تعالوا لشوف الثانينا بدأت تكون دقيق شوية شوية في عملك هنا الحين الثانية المقطع اربعمية كم ثمانطعش هذه ربعمية وهاي عشرين يعني بدأت تكون هنا ها هي شايفينها هذا المقطع ومن هنا لازم تعمل ايش الميل من هنا لازم تعمل الميل طيب الميل كم ثلاثة على واحد بطلع فوق ثلاثة شايفين إذا هاي اثنين هاي ثلاثة شايفين وبروح يمين واحد هاي الواحد هنا شايفينه شباب شايفين شباب شون طيب أقل شوية هذه هي حين طيب ثم نمثل مثلها الآن شوفوا شتون يا شباب هذه طلع شوي بس ننفحها مرت فيها طبعا لو جينا احنا الآن وكمنا هذه بس خب مستقيم شوية لأنه ما تقاطعه لازم يظلوا ماشي مع بعض حتى ايش يتقاطعه وهذه كمان متلكوا بالرسل لازم يكون شوي ايش فيه فيه دقة حتى يطلع معاكم هنا في هذه طيب في هذه 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 هي بعد كم سنة أبي يلتقوا بعد كم سنة أبي يلتقوا بعد كم من نزل هنا شايفين شباب ومنقوم نشوف المسألة وين صارت طبعا احنا هنا عم نخذ تقريبا يعني كان مفرد تقول اثنين يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة خبسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حد عشر اطناعش ثلاثة ثلاثة أربعة خبسة ستة سبعة ثمانتاش تسعة عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين تقريبا هي بعد 22 سنة 22 سنة بصير التعادل معايا الانتاج نفسه بصير الانتاج نفسه بصير الانتاج نفسه لأنه لقيتها بعيدة فهاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة عفوا هاي سبعة يا شباب دقيناها بعيدة في الرسم الثلاثة حتى نعرف نساويها تماما شباب اذا كده بيكون معايا اعرفنا احنا بعد كم سنة بيلتق وتعالوا لنشوف المسألة الثانية وهي المهمة هاي بصراعة يرغب كل من محمود ورائد اذا عندك معادلتين في شراء ساعة يدوية الحين خلاص شوفنا الاخطاء ما عد نقع فيها فاذا كان ما مع محمود اذا كان ويوفر كل اسبوع الاسبوع الاول عشرة اسبوع الثاني عشرة ضرب اثنين اسبوع الثالث عشرة ضرب ثلاثة اذا بالله عليكم صاد حق محمود صاد المعادلة حق محمود مين المقطع ومين الميل مين المقطع ومين الميل شوف يوفر كل اسبوع مين اللي عم بتغير الاسابيع اذا الاسبوع هو السين اذا هي عشرة السين زائد اللي معاه اللي معاه المقطع هذا اللي قطعته أنا بعاية طيب معرائة 26 ريال إذن المقطع المقطع شايفيه خلاص طيب ويوفر 7 ريال كل أسبوع 7 سين المعادلة الثانية الصاد تساوي 7 سين زائد 26 26 مكتوبة بدلالة من المقطع بعد كم أسبوع بصير معهم نفس المبلغ إذن نحل هذه المعادلة من لظام المعادلتين بيانيا نقول نقطع ثم جئنا إلى إيجاد الإحداث السيني والصادي الإحداث السيني والصادي ممكن أعملها كذا سألني واحد يقول يا سيد أنت ليش كم شوية عملت بيها بس سين موجب وصادي موجب لا فضل فلا تسعب وهذه كذا كمان ويس أبدا نفس الشي الآن هذا سين وهذا صاد طيب الحين المقطع شوف 14 26 والله ممكن أكسمها أشوف يقدم معايا 3 6 9 12 15 18 21 24 أما لو عملتها 2 2 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 لأننا نريد أن نطلع شوية لفوق لأن الـ 24 لا لا يمشي حالثين اعملوها 4 4 4 اعملوها 4 4 هذه 4 هذه 8 هذه 12 هذه 4 16 نعم أحسنتم معاي الشباب 20 ومع العشرين 4 24 وهذه 28 نكتفي نكتفي تعالوا للمثل تعالوا يا أحب المثل بيانيا نحن نقصد أحيانا نوقع أن يكون هناك خطأ معين لكي تستفيد منه بعدين المقطع أولا هو 14 أين الـ 14 الـ 14 بين 12 و 16 هذا المقطع هنا تمام هذا المقطع يجب أن نمثل منه الميل الميل هو 10 على 1 الميل هو 10 على 1 هذه رح أسميها 1 1 هذا رح أسميها 1 1 هاي 1 هاي 2 هاي 3 هاي 4 هاي 5 هاي 6 طي الحين من هذا المقطع أطلع فوق 10 عشرها إذا هذه من هنا إلى هنا 2 وهذه 4 6 وهذه 10 صار صح واروح يمين 1 إذا هذه النقطة هذه النقطة ثانية الآن نوصل النقطتين في بعضهما نوصل النقطتين في بعضهما طيب تعالوا نصل النقطتين في بعض هاي النقطة دائما الحلول تقريبية دائما الحلول تقريبية دائما وقد نحتاج أن نمد الخط المستقيم أكثر دائما حلولنا تقريبية تعالوا إلى المعادلة الثانية المعادلة الثانية المقطع 26 طيب هذه هنا 7 على 1 المقطع 26 هذه 20 24 المقطع هنا بالنص طيب من هذا المقطع بعمل ايش بعمل الميل اللي هو 7 على 1 برقى لفوق 7 هاي 2 وهاي 4 6 وهاي هون 8 هنا 8 إذن هذا الواحد هنا وبروح يمين 1 هذا الواحد هنا إذن هذه النقطة الثانية شفتوا يا شباب ثم أوصل النقطتين في بعضهما ثم نوصل النقطتين في بعضهما إذا وصلنا النقطتين في بعضهم يا شباب الحين لا أخذوا بعد كم أسبوع بعد كم أسبوع هذول الاثنين طيب تعالنا نشوف تعالنا نشوف تعالنا نشوف تعالنا نشوف طيب بس ندفع هذه كذا شوفوا وين تقاطعوا شايفينها شايفين ما تقاطعوا تقاطعوا هنا هذه المسا وهذه تعني خلينا نشوف الله يا شباب ايش تعني لهذه ها يلا عند هذه النقطة بالضبط تعالوا نزلها شوفوا الله يشوفها اذا مددنا خلط شوية كمان هون اللقاء هون اللقاء تقريبا ننزلها على السينات المهم ننزلها على السينات هاي احنا عم ننزل على السينات عم ننزل على السينات هنا هذا الحل واحد اثنين ثلاثة اربعة اذا بعد كم بصيروا بعد اربعة سبيع عندي بصير ايش بصير اثنين نفس الشيء معهما من المبلغ المالي معهما مبلغ بالي تمام يا شباب طيب الرسم البياني بيعطيني اجابات تقريبية وليس اجابات دقيقة طيب متى يعني انا متى بعرف اجابة دقيقة في الدروس القادمة في الدروس القادمة واللي قال الآن يا شباب في الدرس القادم معتبا لنتأكد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة